الإيمان أيها الإخوة يمثل كل شيء في هذه الحياة كل الكائنات من حولنا مؤمنة بالله وتسبح بحمد الله الطير والجبال والحيوانات والكائنات المختلفة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم وفيها خشية من الله لا يعلمه سوى الله فكما أنه يعلم تسبيحها ونحن لا نعلمه كذلك يعلم خشيتها ونحن لا نعلمه وإنما ضرب لنا مثالا واحدا فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس هو مثل واحد فقط لو أنزل الله تعالى هذا القرآن على جبل لتصدع من خشية الله هذه قوة إيمان هذا الكائن نحن لا نعلمها لكنه إيمان بقدرة الله وضرب لنا مثالا آخر في قصة موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا هذه المخلوقات كلها تخضع لله وتسبح بحمده في كل وقت وفي كل حين أما هذا الإنسان فاعطي الفرصة ليختار إنا هديناه النجدين وقال تعالى إما شاكرا وإما كفورا اعطي الفرصة ليقرر مصيره وليحدد طريقه لكن طريقه لا يكون إلا في أمر الله تعالى والإيمان بالله فإذا دخل الإيمان في قلب الإنسان أصبح شخصية مختلفة وأصبح يسلم قياده كله للرحمن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل شيء يتصرف بأمر الله سبحانه وتعالى ويسلم الإنسان نفسه